اه بقولك انتي يعني اه اصريتها في جنب الاسد او وانا عايز اعرف يعني احساسه هو ايد الوقتي هل ممكن ينقض ممكن يعمل اي حركة مصقم لا لا خالص لا اصلا هو ولد مؤدب فما بيعملش انت متأكدة من الكلام ده متأكدة من الكلام ده اه بقس انا فاكر لما صورنا مع بعض قبل كده كانت كنبة او يعني كان بيهاضر يعني كانت كنبة بالنسبة له غريبة وكانت رحتها جلد فدي بتفكر شواب بالاكل بتاعه فعلا عشان كده وعشان كده نقبلها دخلنا هوا على طول ما لحقنا طب ده انا كل جلد لا لا لو حياتك تاخد بالك قبل ما نبتدي الهوا هنا اه انت مشي دي عن المنطقة كلها عشان يشم المكان وياخد عليه فعشان كده طيب متى يصبح الاسد غضوبا امتى يبقى غضبا ويهجم على اه هي دي بترجع للحالة المزاجية بتاعته يعني ممكن تلاقيه في وقت متعصب وقت متضايق زعلان انا بقى شغلانتي انا اعرف انه مدايقه ومعصبه ومخلوش يوصل للمرحلة والعصبية دي طب ايه صعب مواقف اللي تعرضت لها في حياتك اه مش عارف ما بشوفش انه هي صعب مواقف خالص لاني بتعامل معهم من ده بيبي حتى لو كبروا باسد حيوم نفتارس او نمر بالنسبة لي لأ شايفهم لحد النهاردة ان ده بيبي بابا كان بيقول ان كان بينام في السرير اه ده طبعا شيفا اه اه طبعا شيفا ده روحي ده طالما ده امي ايه بجد؟ اه والله لا مقدرش الا شيفا والغاية دلوقتي بينام في السرير والغاية النهاردة جديد؟ بس بابا قال لي انهم بهدل القوضة والبيت ايه يعني شوية اه وبالنسبة له مكسر الدنيا شوية طب هالراجل قاعد يدفع اه لا كوني شغر العكش والعكش 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 يعني تكلفة صعبة قوي اه انا بياسا خاطر عيوني الاسود والنمور انا اعمل في بقى سؤال تاني يحير المعجبين بيكي اتفضل اه وضع كل راجل يجي يتقدم لك اه يغير من علاقتك بالاسد بالاسود اه اصلا انا بحب الاسود بزيادة وكل خطوبة تفشل بسبب الاسد ايه بقى ايه صح؟ شوفت الكلام شاعلت ازاي؟ الكلام عطفي اوش طيب انا هنتقل ما تفتحش الكلام ده تاني قدمه لو صبحت عشان هو بيزن انا عايز اعرف الاجابة انا جاي يا اله الا الله شوفت بقى وما تكلمنا عن الرجالة اللي متقدمه طب انت مش عايزة تتجهز هي بتحب الشي اللي هي بتاعمل ومختنعة بيه انا عرفت ان فيه وكين نيابة تقدم وبعدين اه ما بيخيروها ما بين الحيوانات وين الشغل طبعا هو جنف وعرفت ان فيه ناس كتير اوي ورجال اعمال وزنبات فبيخش حضرتك يعتبر الاجابة خلاص وصلت من شي بقالك بقالك الاجابة بيخش مع رساد ان هي بتحب الحيوانات اوي وده حياتها الحيوانات فمش هتخيارها ما بين حاجة بتحبها وانت دخل من اول عارف دي طبيعة شغلها وبتحب الشي ده وجا بتقولها لا تلغي الشي ده ما تعملوش يعني ما لقيتش راجل يعني عنده هواية برضو حب الحيوانات ولا هو حبك بالاسد اكتر من الراجل هو ده انا عندي مشكلة في حاجة انا ما بحب الاسود بحبها جدا انت بتحب القاسد اكتر من الرجالة هها غيرenden ده صاريح معي مبيجدبش عليها اه رجالة بيجدب. اه حياتك فهم بيجدب يعني شوية يعني هي المشترك ما بين القسود والرجال لا فتي مشترك بسر مالك الغابة الطب散 مش ملك الست؟ اللي بترجع على حسب هو شخصيته ايه معاها? حسب شخصيته اه. اه طبعا هو ممكن يقدر يكون هو ملك كل حاجه يقدر هو يكون هي ما شاء الله مش طيقاء خالص. انت لغاية دلوقتي مالقتيش الرجل اللي يجعل حبك له اكبر من حبك. ممكن اه لسه. لسه الاسود هي اللي مسيطرة عليها. مسيطرة عليها مشاعر بكلها. اه والنمور دلوقتي زهرتين. والنمور كمان. انا اخد وقت لسه بقى. طب ايه الفرق بين الاسد والنمور. هما الاتنين حاجة واحدة. مم. بس بتفرق ان دي فصيلة وده فصيلة. مم. طبعا بابا اللي قدر كمان يزود لحياتك المعلومات بس. مم. هي بتفرق من يعني انا بتعاملاتي مع الاسود كتعاملات. مم. بحيث ان ما فيش فرق. الاتنين حيانات مفترسة. مم. الاتنين اكلة اللحوم. اه هي بتفرق بس ان ده فصيلة ان دي حيانات كطية. شيفا وغنطوت لسه ما وصلش للرقم يعني ممكن يوصل حتى تلاتة كيلو. مم في اليوم. اه. انا بسمع ان الاسد بيأكل كميات كبيرة من من الحمير يعني ممكن الاسد على حسب جسمه. يعني ده وجبته تلاتة كيلو. تلاتة كيلو. اه عشان لسه صغير لسه ست شوط. وبيأكل تلاتة كيلو لحمة في الوجبة. مش شوط كبيرة بقى. فيه سلطاته ببقى غنوب مع اللحمة. اه عشان نشوف الفيديو. شو جا. اه فيديو بتاع متحة كوتة يا جماعة او البرومو بتاع نوسا نشوفو. شو جا. نساش كمان ان احسا بيش. اه with my company. شو جا. نوسيقى من وğu traffic. شو جا. اه ومات complementستعين لحثان، ا pierwszyا وخطة يا جماعة. شو جا. اه ان這個是 شو جا. ن justo هؤية حراك. شو جا سلما. شو جا. مات تلاتة كتب. شو جا وعثان. اشتركوا في القناة 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 احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة احنا احنا اه احنا شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 ارجعلي 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 اه استاذ مدحت اشتركوا في القناة ابحنا اه اربعة اربعة وحضرتك اللي واقع في الارض اللي واقع في الارض اللحظة دي قلت ان انت موت انا شاهدت في اللحظة دي لا اله الا الله فعلا بعدها عصام خلي الدخل اللي هو دخل هنا ده عصام دخل انقذك عمل ايه بقى فضل المشكلة ازاي اه دخل واخبالك يبتس تاخد فيهم لان هو مساعد بتاعي اه 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 واعم ان من الاول عرف اه ايه ايه اعي من الصغر معهم واخبالك بقى احنا من ايامهم يا الله ارحمه فمنانة هو مساعد بتاعك اه اه فحفظ الحيانات او الحيانات حافظينه اه يعني النا المدرب اول ما يقع يمكن الي اه لا يقع هو في هجوم غير ما يقع وهو ما فيش هجوم اه متحكي وتقول انك السجادة هي السبت اه السجادة انت تزحلعت فهمة. طب وده خطر برضو. طبعا خطر حضرتك. والمشكلة ان ايامها الساد الوزير الثقافة اشكروه الساد سابر عرب. امرهم ان كانوا يعملوا سجادة جديدة. تغيرت لسه اسألك السجاد تغير? لا لا حضرتك انت في مصر. هي اتخيطت. لا 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 لا. لا 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 حضرتك. انت بتكلمي. انا بقول لحضرتك. يعني السجادة ما اتغيرتش يتخيط. ده حضرتك بعتوا شو بالفضيحة كبيرة حضرتك. بعتوا قال لك المفيش مكت في مصر يعملوا السجادة زيدي. وعندك السيرك الاطاري هنا سيركين. عاملين مكت عندهم. كذا واحد. اه. جايين يعملون في مصر عشان نمخيس. لان ببرة غالي. اه صحيح. فاحنا البصريين ما نعرفش نعمل. هما الاجانب يجي يعملوا في مصر. دي تبقى فضيحة. عشان المشتروات ما 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 اقول لحضرتك هو فانا حصل تطور في السيرك. احنا مش بن مش شايف يعني ايه مش بن. انت معينة برضو يا نوسا في السيرك القومي القطاع خاص. اه انا قطاع خاص. اه بشتغل في السيرك الحكومة. ما شاء الله مطرح بابا ما باخدش جنيه. لا لا لا. معقولة. اه. بسافر مهرجانات وبسافر ازر مدربة. لا لا متطوعة. اه لا. اقول لحضرتك اه. بس انا سألك انت ازر مدربة في العالم فعلا. لا في مصر ووطن عربي. اه في الوصف وطن عربي. اه يعني الجزء بتاع العرب كله انا اصغر مدربة. اه. ودلوقتي بقى المدربة الوحيدة في النمور البيضة. كبرت طبعا شوية دلوقتي. اه. في النمور البيضة. في النمور البيضة انت رقم واحد. اه. بزرط. لا مفيش غيري. مفيش غيرك على الساحة. بزرط. في المنطقة يعني. بزرط. اه. كنت عايز تقول حاجة. هو الشرك عندنا حضرتك دلوقتي اه دخل في مرحلة في تطورات وفي تجديدات جوه في القاعة نفسها بتاعت بتاعت الشرك. اه. في مبنى وراء اتعمل ده. اه اتعمل قوض للحيوانات. بس طبعا حضرتك مش بعصالة سحرية هتعمل كل ده في وقت واحد. ده صحيح. ده صحيح. ده صحيح. ده صحيح. لازم انت عارف حضرتك بقى انت عارف ميزانية بتنزل بتاعت الدولة وميزانية محدودة عشان يعمل حاجات. مع ان هو المتعة الوحيدة النهاردة للاطفال والمدارس. لو خبال حضرتك. وانا بعدي من قدام في الحجوزة بلاقي. السيرك بيجيب دخل اكتر من اي حاجة عشان بعرف حضرتك. اه. اه. للاسف بقى حضرتك في مشكلة كمان تانية هنا. اه. ايه مشكلة حضرتك هنا. انا كمداري بحيانات مفترسة. انا باخد حوافز كم? ربعمائة المية. الطفل الزهر قدي كده باخد ربعمائة في المية زي زي. والسيرك في اشار. في اطفال. طب مش انت بالاعدمية وحسب. بالاعدمية باخد ربعمائة في المية زي زي. وبقى انا مجرد الحانات مفترسة اخد ربعمائة في المية زي اي واحد. مشكلة اقوانين ولوائح. غلط طبع. حضرتك هو في مشكلة كبيرة معيشان اسفها اطع حالك. ان احنا بنتكلم في تبريب الحانات المفترسة وديمهنة ممكن تنقارد في يوم من الايام. صحيح. احنا النهاردة. انت درسة اساسا ايه? انا لسنصح دبلوما قانون دولي مستشار تحكيم دولي. كمان. وطبعا. يعني انت درسة قانون. اه. درسة. وبس باشتغل طبعا مدربة. اه. يعني كم ممكن تبقي افوكات وعظيمة ولا الاستاذة فاطمة. جالي عروب كتير برا. بس انا لقيت نفسي ان مش مش قادرة ادخل في المجال شايفة نفسي في تدريب. بس انا يعني ازود لحياتك نقطة ان احنا مهنة ممكن تنقارد في يوم الايام. ولولا ان جدتي علمت بابا وبابا علمني وانا هعلم ولادي. فعلا مصررة علمي ولادك? اه طبعا. فانا بطلب من الدولة انها تبص المدرب الاسود بصها رحيمة شوية. بمعنى ان المدرب ده بيعمل حاجات كتير قوي عشان في الاخر يبقى شكله حلو في وسط الجمهور وفي الاخر بيبط كلام فاضي وفي مساعدين مفوض بيجوا يشتغلوا معايا. المساعدين دول حضرتك مش يعني مش معينين. صحيح. لاني ازاي ان انا مسعا اخلي مساعد اجيبه من برا. واخليه يشتغل. وفي يوم الايام ممكن لو يحصلوا اعوذوا بالله اصابة او حاجة. وفي الاخر اقوله برا. عشان انت مش معين. انا فاكر الحادسة اللي كتب عنها يوش في ادريس زمان. طبعا ده طبعا اه. بتاعت محمد الحلف. طبعا ده الكبير طبعا. وعمل عنها رواية او قصة او. وحضرتك المشكلة في ايه بقى في كده. ان هما عاملين عقدة للتغزية. عقدة التغزية ده بيشمل الفقرة كلها. سياسي ومساعدين الفقرة. الاول كان موجود السياس معينين. معينين. ومساعد ده معين عندك. ازاي تجيب واحد من الشارع ما عندوش خبرة وتجيبه فترة وتشغله يسيبك ويمشي. الحوادث بدا حصل من كده. ايه فالحوادث كده. ان ما فيش كدرات تبقى عندك اه واخدى خبرة كافية. انه ميبقى موظف عندك. يبقى انت. محتاج ثورة للسرك. اخد اه تليفونات بقى. استاذ محمد دهشوري تفضل. استاذ محمد. اهلا بيك اتفضل يا فندم. اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك اتفضل. علي صوتك يا محمد شوية. اهلا بيك اهلا بيك اهلا تفضل معانا الاستاذة نوسا كوتا والدها الكابتن متحة كوتا. مدرب منورين الشاشة ومنورين الدنيا كلها. الله يخليه. احنا بس كنا عايزين نقول لهم اه منورين الدنيا وكنا عايزين نقول لهم حاجة بسيطة كده. صد. احنا نشوفهم كده عندنا في السعيد. اه. ينورونا كده يعني. يعملوا عندك يعني مهرجان او كده مهرجان. مهرجان. السعيد السعيد عادوا لهم برضو السعيد كبير. اه. السعيد كبير اوي. صحيح. مش نقصر وعسوان. السعيد. ست ولا كبع محافظات يوم محافظة. طب انتو روحتوا عارضت سعيد ابنت المر. انا دلوقتي بتديت. اسمع يا محمد خبر او. اه. انا بتديت دلوقتي ان انا انا شايف ان انا بقلي كتير اوي بعرض في مصر. اه. انا شايف ان انا لازم ان انا اوصل شوية الاهل بلدي اللي هم موجودين في المحافظات وازاي انشر الثقافة واساعد عالسياحة. فابتديت دلوقتي ان انا انزل محافظات بسرك اه عمي جمال الحل. مم. فابتدينا نعمل فقارات. فابتديت اه. مم. فابتديت الاول بلد طلعت طنطة وخلصتها. روحت طنطة قريب. بالزبط. عند الساد البدر. بالزبط. ولست وعملنا عرض هايل هناك. اه. وخلصت. وده كان الاول مرة بنزلهم هناك الاسد الابيض. الله. اه. لست جايا مبارح اه من تلات ايام. اه. من دميات الجديدة. الله. اعملت هناك عروض قوية. رابو. كان بالاول مرة بقى الاسد الابيض والنمر الابيض بقى ينزل. حلو ده. وان شاء الله. والناس مبسوطة هنا. جدا. هتروح السعيد امتى? عشان نبشر الدهشوري. لا هروح السعيد قريب جدا. بس عندي الفترة دي عندي شهرين في نازلين عروض بالسرك بتاعنا في شرع الهرم. هخلصهم وان شاء الله بعد كده خلاص بقى ابشر يا دهشوري. مين? مين معنا? الو? ابراهيم الفيوم. ابراهيم اتفضل. اهلا بيك اتفضل ابراهيم. ازاك باسم محمد. اهلا سهلا فضل. والله بالنسبة للسرك يعني هو دلوقت ان واحد راح مياه مبيروحوش. مم. يعني هو خلاص هي انتهت. ليه? بالعكس ده الست بتقول لك منضميات لكفر الشيخ لطنطر. ماشي ماشي معهم هو نظام نظام مواسم يعني مش هي مش بيبقى على طول. لا في دائم. في سرك دائم في نادي عن الشمس وفي سرك. دائم للسرك الدائم السرك القوم في العبودة. بالنسبة للنسبة للنس بلنس 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 د nominated. كمي.κα بالك بالنسبة للنس بلنس. دلوقتي مش حماها السرك ده بنفسه. اه. عما ايه? يعني هو مش حماها السرك. هماها التعب بتاع الحياة اصله. اه والله. بس ده جزء من مين ترفيه في العالم كله. يعني اطفال كمان احنا واحنا اطفال ده احنا كنا بالموت عالصر. انا مفهمتش سؤال. يعني في حاجتان. ها اقول. في حاجتان تاني. بالنسبة بقى للمشكلة بتاع الصعيد. اه. ماشي? اه. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله والراجل ده كلام صح. انا مصح. انا مصح. انا مصح. واكتفق معاه. انا عندي في بلدنا. لا انا رافض هذا الكلام. انا رافض. انا بكتفق انا بقول رأيي. لا 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 انا رافض. لا تعميم غلط. وان احنا نسب نساءنا الشريفات بهزي القصوة والقزارة. لا لا لا. شكرا يا استاذي. انا رافض هذا الكلام. وانا اشك انك صعيدي اساسا. من تاني. لو صعيد تغير على شرف امك واختك وبنتك يا راجل عيد. من تاني. الو امال من الاسكندرية. الو. الو. ايوة. يا استاذة. طب. الو. 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 حضرتك اه 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 يعني انا فاكر واحنا اطفال كانت متعتنا هو السرك. لحد النهاردة. وانا ولادي برضو نفس الكلام. اه. اه. بدالي لحضرتك. في الموسم الصيفي لحد دلوقتي. السرك مطلوب منه اتنين مليون. النهاردة جايب فوق التلاتة مليون وكسور ارادات السرك القومي. ده بدالين. وده الموسم قالت سياحة تشجيع للسياحة. طب. العربية كمان. انا مرة رحت اه اتعزمت كان فيه التجديد. انا لقيت تلاتة ربع الناس اسر عربية. اه. انا. افرح. طبعا. بالدرجة ان فيه واحد عرب يكان مبسوط قوي. فبدأ يجيب حاجات وزع الاطفال اللي قاعدين. بالزبط بالزبط. بالدرجة حددك عندنا في شهر الخامسة. السرك القومي. اه. معمول مهرجان لأول مرة هيتعامل بشهر ده الخامسة الجاي. الجاي ده. معمول مهرجان ومعمول. في العجوزة. في سرك العجوزة ومعمول مفاجأة كبيرة اوي اوي. هتتقدم في قلب. وبابا يتشارك لأول مرة بحيانات جديدة. بحيانات جديدة عرض جديد. خبر لينا انفراض لينا. عرض جديد لأول مرة. حيتعيرت في السرك القومي. مهندس جمال. فضل. اهلا بيك. يلام عليكم. اهلا وسهلا. فضل يا بسم. اهلا بيك. اهلا بيك. اولا انت يعني طلتك كانت غايبة عننا. الله يعزي. وانا سعيد جدا ان انا بشوفك على الشاشة. الله يكرمك. وبعدين سعيد جدا ان بشوف الناس الجميلة اللي معاك دي. الله يخلي. وبقول الايام الحلوة دي ان شاء الله لازم ترجع محمد دي. طبعا. مصر دي. الاخت انوش. مصر. طيب. والمال انوش والخطة قطعة. ماشي تليفون تاني او. يلا. الو. التليفون في مشكلة الو. 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 ناخد اخر تليفون طيب نقول الو. اه اه هو الباشمان تسأل جملة حلوة. قال مصر الحلوة عايزين نرجعها. انا فاكر. الفاكرين فيلم اجالس نص السنة. طبعا. فريدة فاهمي والاسرة الجميلة دي اللي كانت بتقدمينا البهجة. وانتو عيلة بتقدمينا البهجة. اه بهجة بتسعدونا. فاحنا يعني اه. ما مش هينفع حضرتك ده لوحد ويد لوحدها ما بتسقفش. اه. لازم يحصل حضرتك ايه. لازم يبقى فيه سبونسر او ما فيش سبونسر او ما بتيجي تروح اي محافظة. المحافظة النهاردة بينزد سلك اقدر خاص. اه. بيعجر الارض بيغالية. ما يجي نزد سلك الدولة. عايز يقجرها بفلوس رخيصة لان انا بعمل على قد ايد الجمهور رخيص. ما بعملش بربعميات وبخمسمائة. طيب عايزين حي المشكلة دي اخد احمد من القاهرة. احمد تفضل. ساز احمد. هلو? 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 انتو يا جماعة انتو. هلو? طيب اه انت دلوقتي بتقول انت عايز بونسر. هل انت تطمع في انه يعني انا في مشاريع قطاع خاص عاملة زي ما النسب تشتغل. صح? تعايز تطور يعني السلك القومي بحيس بقى زي القطاع الخاص? لا انا عايز انا عايزة ساعد الدولة عشان ميبقاش المصاريب كلها عبق على الدولة. اه. طب ليه ما بنفكرش بفكر القطاع الخاص? ما حضرتك في مشكلة برضو عندك. عندك في عمالة موجودة زي كل شركة وكل ده. عندك في جزء شغال وفي باقي عمالة موجودة. مم. فلازم انت مرتبط انك تدي الناس دي وتدي ما تيجي مسلا عايز تطلع محافظات للسعيد. مم. تيجي تطلع. ما عندكش فلوس انك تطلع. ما عندكش فلوس انك تأجر. بمبالغ رهيبة. قل لي روشيتة كده سوزمت حضرتك. واخبال حضرتك. تفنان مخدرم وكبير في هزا المجال. واخبال حضرتك. قل لي روشيتة واحد اتنين تلاتة. ده بالنسبة. مطلوب من وزير الثقافة كزا. وزير السياحة كزا كزا. لازم حضرتك كمان يبقى عندي مدرسة لفن السرك. ما كانت موجودة. مفيش حضرتك دي بقى لا سنين بدليل ان عندك الفقرات دلوقتي يبقى. دليل يا غبرة. تبقى. عنديش اجيال بتطلع. ما عنديش عندك اجيال قال لفقرات الحاليات المفترسة. اه. انما في الباقي ما بيش اجيال. اه. لالعاب التانية. اه. اللي حتدخ وتندي حتدخ. طيب بيبقى لابد مدرسة. وخبار حضرتك. مسيا كده بالنسبة لك. اه اتنين. لازم اشوف اجور الناس اللي هو دي. ده فنانين. ده طبعا فنانين. عالي من المينيا قبل ما التليفوني يقطع. عالي من المينيا. اهلا بيك يا فندي. اهلا بيك يا فندي. اهلا بحضرتك يا فندي. وقت التليفزيون وكلمني من التليفوني علي. فضل. يا فندي لو سمحت كنت اه اراحب بسرد ديوف وراحب بحضرتك وعددك من المزيحين بصراحة والله العظيم. يلي بتتكلم بمنتغة الشفافية. ومنتغى الثقافة ومنتغى الحياة دية كمان. ربنا يا عزك. حضرتك والله 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 ليه كل الشغل وتقدير. ربنا يا عزك. اه اه انا كنت عادة تتلم عن مشكلة تيمور السوكي. هو الموضوع يعني يا فندي. خطعت عبرده. طيب انا بختب. تقول ايه في الختام? اقول لازم نحب مصر. ارجعي تاني عالكنبة المخرج بيقولك بعد اذنك. انا بس عشان هو خلاص عايز ينام. هو عايز ينام. اه. يعني. على شيفة تعالى. انا هلنيم ان شاء الله هو. خلاص تعالى. بايه? بايه? عايز ينام خلاص. ليه? بيقول يحضن الاسد يا حضن اه. ده بيعايز يحضن المو ايه? ده شايف بيعمل فيها هي. اه ايه. اه ايه. انا بس. انا انا بس. انا 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 ممكن اقول له حدوتة. دو عم كان معيالي. حضرتك تبعا تحكيله ايه? احكيله حدوتة انا. ايه بابا. اقول له كان في واحد بيستشهد على روحه اسم محمد الغيح. حدوتة الاسد. محمد كان احساسك ايه هو اجا بك? اه ميت من الرعب. اه حضرتك انت فاكرة. لا لا سيبو سيوه يا بابا بيالعب. حضرتك لما كان الجلد الكنبة في الحلقة اللي احنا عملناها. اه فاكر حضرتك قطعها اه اه وكان الطقم جديد. اه. وصاحب القناة خصم مني الفلوس انا اخدها منك. حضرتك لاني المفروض ده اخدها مني. لا ده كان اسد تاني. تحاضرتك ده كده يعني النهاردة شكلنا هنقصر حاجات اكتر. اه هو انها متعود ان كان عندي اطفال كانوا مكسرين استوديو اولي مبارك. تقولي ايه في الختام يا النوسة? اه طبعا هقول طبعا بشكر كل الجمهور اللي جايين اللي قاعد النهاردة اه. تعال يا شيبه تعال يا شيبه. اه. وبشكر اه وبشكر شيب على اللي هو عمل. لا ما عليش انا اشكر. اه. بشكر طبعا كل الجمهور النهاردة اللي كان قاعد بيتفرج علينا. وطبعا بشكر استاذ شيبه عشان من خلاص بقى جمعتنا امه. ده لا لا بقى صعب قوي. اه هو بقى عصبي شوية. عصبي. اه. بس هو وبقول لكل اهل المحافظات طبعا من المستنيني قريب. ان شاء الله. هتروح السعيد. ان شاء الله رايح السعيد. ده لو ايه? ده لو فضلت قاعدة لغاية روح كده كل خلاص. لما عايزي ينام بيعمل كده لما بيصحى بقى بيعمل ايه? طيب. بصو كمان لسا حياكم. اه هو عشان جاع. احنا عندنا هنا ناس ممكن نقدمه. يلا هتقول لي استاذ محمد اه في مساعدين للمخرج ممكن نقدمه. طب استاذ محمد مش هتسلم عليه النهاردة? انت يعني مسرة? مسرة. يا استاذ احمد. هنسلم بس هنسلم هنسلم. اه انا بس بس قدام الكاميرا. اه اسلم ازاي بقى? اعمل ايه? لا اله الا الله. الحمد لله. لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله. اختم يا احمد يا رص.